اصيب عشرون مدنيا بحالات اختناق في مدينة حمورية في الغوطة الشرقية جراء استهداف قوات الأسد المدينة بعدة صواريخ محملة بغازات سامة للمرة الثالثة خلال حملة النظام الأخيرة صرخات استغاذة ونداءات يسمع صداها في جنوب القوطة الشرقية وقصف جنوني ينفذه نظام الأسد أوقع قتلى لا تزال جثثهم على الطرقات فلا هدنة إنسانية تنفى مع نظام اعتاد سفك الدماء وترويع الآمنين حيث اقتحمت قوات نظام الأسد مدعومة بميليشيات إيرانية بلدة حمورية وتمكنت من السيطرة على جزاء منها وذلك بعد تعرض البلدة لغارات جوية كثيفة وأشارت إدتهم مصادر إلى أن الطرق الرئيسية في بلدة حمورية قطعت من شدة الدمار والقصف وذلك كان سببا من عدم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا في الوقت الذي حاول فيه عدد من الجرح المدنيين الفرارة من البلدة وفي سياق متصل واصل نظام الأسد باستخدام غاز الكلور السام حيث وثقت مصادر طبية ومركز الدفاع المدني في ريف دمشق ما لا يقل عن 20 حالة اختناق يأتي هذا فيما أفادت المصادر الطبية في قطة دمشق بارتفاع حصيلة القتلى إلى 35 مدنيا بينهم نساء وعطفال جراء غارات جوية مكثبة استخدمت فيها القنابل العنقودية يذكر أن قوات الأسد تشن منذ قرابة شهر حملة جوية عنيفة ترافقت لاحقا مع هجوم بري تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 1220 مدنيا بينهم نحو 250 طفلا ليكتب النظام حلقة أخرى في مسلسل القتل والتشريد وانتهاك جميع المبادئ الإنسانية ترجمة نقن الانتقال شكرا